لو كتبت عشورة على الجوجل هتطلع لك صفحة بالشكل ده مليانة صور أطباق العشورة اللذيذة السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مع وصفة جديدة من وصفات أمور مين ما بيحبش العشورة؟ خصوصا الأطفال وأنا طفلة كنت باستغرب ليه بنعملها مرة واحدة في السنة لو عندك فضول تعرف ليه استمر معايا ولو عايز الوصفة على طول روح للدقيقة اللي هتظهر لك دلوقتي في الفيديو هتلاقي الوصفة على طول لما سألت زمان قالولي إن لما سفينة سيدنا نوح وقفت على جبل الجودي كان كل الأكل اللي على السفينة خلص ومش باقي غير الحبوب والأمح فسيدنا نوح طبخ الأمح مع الميا وعمل بي أكلة عجبت الناس جدا سمها الأطرق حلوة نوح بعد ما أضفوا لها السكر والمكسرات طب إزاي العشورة دخلت مصر وليه المصريين بس هما اللي بيحتفلوا فعشرة محرم بطبق العشورة هقول لكم لما صلاح الدين دخل مصر بعد الفاطميين ما كانوا بيحكموها لقى المصريين لسه متأثرين بعدات الفاطميين وبياكلوا فيهم عشوراء الخبز الأسود وكبدة الجمال فصلاح الدين حب إنه يلغي العادة دي فأمر الطبخين إنهم يعملوا حلوة لذيذة يوزعوها على كل الشعب فأعمل لهم حلوة نوحة ومن يومها والمصريين بيحتفلوا في اليوم ده بطبق العشورة المعروفة طيب ليه بقى يوم عشرة محرم ليه أهمية كبيرة كده حصلت فيه أحداث كتيرة جد إن ربنا سبحانه وتعالى غفر لسيدنا آدم ونجى سيدنا إبراهيم من نار النمرود وشافى سيدنا أيوب ونجى سيدنا موسى من فرعون ونجى سيدنا يونس من بطن الحوت وكمان اليوم اللي رسد فيه سفينة سيدنا نوح على جبل الجدي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحتفل بيوم عشراء بالصيام كان بيصوم يوم التاسع والعاشر من شهر محرم نيجي بقى للطبق بتاعنا اللي هو يهمنا النهار ده إزاي بنعمل ألز طبق عشورة في الكون تابعوني وأنا مش هخبي عليكم حاجة طعم لذيذ جدا وسهلة وسريعة وغير مكلفة على الإطلاق هنحتاج عشان نعمل الوصفة دي نص كيلو من الأمح لما تختاروا قمح اختاروا نوع جيد ما يكونش فيه حشرات أو قش أو طوب تنقوا كويس قوي قوي ده أنا مستعملة ضحى ده نوع جيد جدا بعد ما بنققيه بنغسله كويس وبننقاوه في مية بتغلي ممكن تغلوه على النار أو تصبوا عليه مية بتغلي بسيبوا كده أنا هسيبوا من بالليل لصب انتو على أقل سبوا عشر ساعت ده بيخلي القشرة بتاعة الأمح طرية أكتر وبالأمحاية بتبقى صوت بتبقى ممتلئة بيبقى سهل إنها تستوي بتاخدش وقت كتير على النار تاني يوم الصبح زي ما انتو شايفين حبات الأمح انتفخت بقت سهل بقت طرية وسهل إنها تطلع حنصف فيها الأول كويس قوي بمصفة بعد كده هناخدها نشطفها تحت الحنفية بنرجعها بنحطها في الحلة وبنزود عليها كمية من المية زي ما انتو شايفين المية نظيفة جدا بنحطها بنرفعها على نار عالية في البداية وبنسيبها لحد ما تغلي بعد ما تغلي بنقلل النار لأقل درجة وبنسيبها كده لحد ما تستوي خالص وتترى وتبقى نعمة بعد ساعة بشيك عليها بشيك كده على حباية من الأمح لو لقيتها نعمة جدا خلاص يبقى كده تمام لا هي دلوقتي لسه محتاجة سوى كمان ولسه الحبات كلها ما فتحتش بعد ساعة كمان يعني اخد معي ساعتين المية قلت جدا وزي ما انتو شايفين حبات الأمح كلها اتفتحت وظهر المادة البيضة اللي هي النشا اللي داخل الأمح حافظ النص كمية الأمح المسلوك وهبتدي اطحانها بالخلاط انا هستعمل الهاند بلندر انا هطحانها لحد ما اخرج النشا اللي جواها كله بر ده انا بعمله مع نص كمية فقط بعد ما خلاص خرج كل النشا منه ارجع النص الكمية دي اللي انا اطحانتها ارجعها مرة تانية للحل ممكن تصفوها لو عايزين من القشور لكن انا بحطها كده بيبقى طعمها حبي بنقلب كل حاجة مع بعضها لحد ما تندمج بعد كده هحط لها اتنين كيلو من لبن المزارة يبقى نص كيلو أمح بيحتاج اتنين كيلو من لبن المزارة بس ما تكونش كمية المية كتير تبقى يدوب مغطية الأمح لبن المزارة انا حطيته من غير مغلين انه هو قريدي دلوقتي هيغلي زي ما انتو شايفين غلي مع القمح بقلبه شوية كده خمس دقايق عشان تأكد انه غلي كويس بعد كده بضيف له السكر انا هحط كوباية سكر بس بالتدريج ممكن ما يحتاجش كوباية كاملة لان العشورة بتكون احلى وهي دلعة نص كوباية من اللبن بحط لها معلقتين كبار من النشا يعني 40 جرام بقلبهم كويس قوي قوي في اللبن اللبن حليب يعني وبعدين بضيفه على العشورة بقلب شوية وبعدين ده اختياري ممكن تحطه بمقالقتين قشطة ممكن ما تحطوش براحة بعد ما بنحط القشطة بنقلب شوية وبنزبط بقى السكر انا حسيت انه محتاج شوية سكر كمان فكملت بقية كوباية السكر حطيتها كلها يبقى اخد مني كوباية سكر على نص كيلو امح اتنين كيلو من اللبن الحليب بقلب كويس قوي وافضل اقلب اقلب لحد ما الخليط يتقل شوية احنا مش عايزينه تقيل قوي لان بعد ما بيبرد بيتقل كمان زيادة فزي ما انتو شايفين كده في الاخر بحطله المنكهات انا استعملت معلقة من مية الورد ممكن استعمله فانيلا استعمله اي منكه انتو بتفضلوه ممكن حطوله ايرفا جوزهند براحة بس تحطوها في النهاية عشان ما يتبخرش ومضيش ريحته بنغرفه في الاطباق ونزينه بالمكسرات اللي تعجب انا بزينه بالمكسرات الشعبية بتاعتنا السوداني السوداني مطحون وممكن تحطوا معاش في شؤية زبيب وخلاص وتقدموها وتاكلوها بالهنوش لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش اشترك في قناة لايك وشير عشان تساعدوا قناتي عشان تنتشر وتكبر بيكم ولو ليكم اي طلبات اكتبوا لي في التعليقات تحت الفيديو وان شاء الله هسيب لكم المقدير في صندوق الوصف تحت الفيديو واشوفكم في وصفة جديدة باي شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم 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 شكرا لكم